لا تخلو كل خطوة في المشهد السياسي بالعراق من مطب أو عثرة ولأن الفساد منظومة متكاملة يتبع بعضه بعضا فإن الصراع على المناصب لا يستثني منها الصغير أو الكبير وكحال سابقاتها يلعب التأثير الخارجي دورا كبيرا في الحكومة نشأة وبرنامج عمل الطرف الأمريكي الذي يبدو خاسرا أمام النفوذ الإيراني في جولة تشكيل الحكومة لن يقدم الدعم لحكومة عبد المهدي إلا وفق شروط مسبقة بحسب مصدر حكومي تحدث لصحيفة العرب الجديد وأوضح المصدر أن أبرز الشروط الأمريكية تتعلق بالملف الأمني والتعامل مع الميليشيات الموالية لإيران والالتزام بالعقوبات الأمريكية على الطهران بالإضافة للملف السوري وسقف العلاقة مع الأسد واستجابة الحكومة من عدمها لضغوط إخراج الجيش الأمريكي من العراق معضلات الخارج لا تنفك عن معضلات الداخل فسلة الأزمات يكاد حبلها أن ينقطع لشدة صراع الشركاء العملية السياسية على المناصب واختلاف وعود ما قبل الانتخابات عن الأفعال بعدها حتى نفى شعار رفض المحاصصة الطائفية تطبيقها الفعلية على الأرض ثم تطور الصراع إلى اتهامات متبادلة بالاستئثار بالسلطة ومن جملتها تحذير رئيس ائتلاف الوطني أياد علاوي من أن سيطرة التحالفي سائرون والفتح على الحكومة القادمة سينعكس سلبا على الوضع السياسي بالعراق متهما سائرون والفتح بتقاسم المزارات بينهما في حكومة عبد المهد القادمة تاركين باقي الوزارات للكتل الأخرى يأتي هذا في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة تعرض عبد المهدي لضغوط كبيرة من الكتل السياسية خلافا لما يشاع في وسائل الإعلام بأن الرجل يتمتع بحرية اختيار وزرائه لفتة إلى أن الكتل السياسية تساوم وتفاوض حتى على المناصب الأخرى كوكيل وزير ورؤساء الهيئات ونواب رئيس الجمهورية ومناصب أخرى كثيرة وكثيرة أيضا هي الأزمات التي تعصف بالعراق ولا يتوقع أن تعالج بحكومة جديدة أو قديمة بمجرد النظر إلى الخمسة عشر عاما الماضية وتاريخ الأحزاب والشخص المشكلة للحكومة